في إطار تعزيز الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين البلاد ودولة مالي قدم اليوم سفير دولة مالي لدى البلاد نسخ من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية والتكامل الإفريقي حيث تسلمها وزير البنية التحتية آدم يونس مينيابة عن وزير الخارجية تقرير مناحسا سكايا في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية القائمة بين شات ودولة مالي قدم سفير دولة مالي لدى البلاد أوراق اعتماده بوزارة الخارجية والتكامل الإفريقي حيث استلم منه وزير البنية التحتية وفق العزلة آدم يونس مين ممثلا لوزير الخارجية والتكامل الإفريقي إبراهيم حسين طه وتم تعيين السفير المالي الجديد بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر للعام 2016 وخلال هذا اللقاء تباهث الطرفين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتقوية الدبلوماسية وأواصل الصداقة إلى التعاون الأمني والكفاح الإرهابي في إطار تضامن دول مجموات الخمس بالساهل ويعد سيد ساجوا قاسما أول سفير لدولة مالي لدى البلاد حيث أن في السابق كان التمثيل الدبلوماسي لمالي بقنسليات فقط في شاد كما عبر سفير جمهورية مالي لدى البلاد السيد ساجوا قاسما عن فرحته وسروره بأن يمثل بلاده في شاد مشيرا بالعلاقات الثنائية والأقوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ونذكر بأن شاد ومالي يجمعهم تعاون في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني